الاتشابتر ده بيكلم على الانترنت والويب سيرفر والبراوزر والدومينيم سيرفر يعني بيكلم على الانترنت بعد كده بيكلم على حاجة جديدة اسمها ديجيتال كارنسي اللي هو ايه اللي هو مثلا في بلادنا دلوقتي في حاجات زي فودا فون كاش وإنستا باي اللي هي بتبقى أرقام على سيرفرات اللي هي رصيدك دي اسمها ديجيتال كارنسي في منها حاجة اسمها كريبتو كارنسي اللي هي البيتكوين بقى الجديدة خالص دي طيب ماشي كل ده في الاتشابتر بتاع تشابتر فايف انترنت وبيتكلم كمان على الاثريتس الانترنت فيها هاكين كتير الانترنت فيها هاكين خلاص والثريتس بقى زي الهاكين والفايروس والمالوير والسيكوريتي بقى اللي هو زي الفايرول والانتفايروس طيب هو ده اللي تشابتر ان شاء الله تعالى نبدأ فيه ويتبقى لنا بعد كده تشابتر سيكس اللي هو فيه ارتفيشل انتليجنس وحاجات برضو توبيكس جميلة ويخلص منهج الثيري بإذن الله يا ربي يكون واضح طيب يا شباب اول حاجة بيقولك ان فيه فرق ما بين الانترنت وال ويرد ويب يا نها ربي انا كنت تفاكرهم نفس الشيء لا مختلفين الانترنت هي هي السيرفرات الانترنت هي المودم والراوتر الانترنت هي الساتلائت الانترنت هي الانفراستركشور لكن الورد ويد ويب www هي الكلكشن اوف ويب بيجز اللي ما بينها هايبر لينك الصفح بتاعت الانترنت دي اللي فيها بقى مالتي ميديا وفيها فيديوهات وفيها حاجات دي خلاص فهي دي تعتبر الفرق ما بين الانترنت ويالورد ويد ويب ماشي يبقى الانترنت is a massive network of network it consists of interconnected networks connected together الانترنت stands for inter interconnected network بتستخدم protocol اسمه TCP IP الانترنت is a global connection of internet interconnected computers ماشي uses of the internet ايه اللي بتعملو على الانترنت بس مش World Wide Web تبعث وتستقبل email. ما هي دي برضو يعني هي شوية برضو برا الWorld Wide Web عشان فيها Mail Server تعمل Online Chatting و Audio Video Conference. دي برضو يعني نقول انها برا الWorld Wide Web. بس هو بصراحة اشهر حاجة. الWorld Wide Web اللي هي الايه? الCollection of Web Pages. يبقى The World Wide Web is a collection of Multimedia Web Pages اللي هي Web Pages الWorld Wide Web بتستخدم protocol اسمه HTTP Hypertext Transfer Protocol أو HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure. تمام? الWorld Wide Web is a distributed application available on the internet. الهيال websites والحيperlinks والمultimedia. المهم differences between the internet and the World Wide Web. the internet is the infrastructure the World Wide Web is the collection of websites and web pages accessed through using the internet. خلاص؟ يبقى هي دي كده ايه؟ ده الفرق ما بين الانترنت وال World Wide Web. ماشي كده يا شباب؟ حلوة او. يبقى دي اول حالة. طيب بعد كده يونيفورم نخش بقى في ما خلاص قلنا الفرق ما بين الانترنت وال World Wide Web خلينا في الWorld Wide Web في حاجة اسمها URL اللي هي اختصار ايه؟ Uniform Resource Locator في حاجة اسمها URL هديك مثال ونشرح عليه افرد انت بتزور www.hudereducation.co.uk ده الdomain name لما بتجي تزوره هو كده كده البراوزر بيكتب لك قبلها البروتوكول HTTP او بصراحة HTTPS الفرق HTTP Hypertext Transfer Protocol من غير اث لكن HTTPS Hypertext Transfer Protocol سيكيور سيكيور بيبقى عامل انكريبشن كل الويب سايتز دلوقتي بقت سيكيور خلاص يبقى A URL is text-based address for a web page it contains the protocol يبقى اول حتة في ال URL اللي هو البروتوكول وبعدها الdomain name الحتة دي هي الdomain name وبعد كده الفايل name او الفايل path او الفولدر اللي في الفايل the uniform resource locator URL is the website address it is user friendly version of the IP address او في قصة تانية hodereducation.co.uk دي لاتر هبقى عاوزها تتحول الى IP address لان في حاجة اسمها DNS domain name server www.amazon.com بيروح للDNS domain name server يرجع لك ال IP عشان تزور الويب سيرفر باستخدام ال IP بتاعه طيب يبقى كلام شوية كمان شوية نتكلم في الموضوع ده خلاص يبقى ده URL is typed into a browser address using the following format الاول البروتوكول وبعدين الweb site address اللي هو الdomain name وبعدين الpath اللي هو الفولدر وبعدين الفايل name دي جات يا شباب اسئلة في امتحانات دي جات امثلة في امتحانات ماشي هو الpart الاولاني ده اسمه ايه ده الaccess protocol الpart التاني اللي هو ci.org.uk ده اللي هو domain name الpart التالت اللي هو ايه اللي هو الفايل name خلاص يبقى ده الفايل name ده domain name ده الaccess protocol اللي هو http او https طيب برق يسؤال تاني https ده ايه ده هو البروتوكول cambridge assessment dot org dot uk ده اللي هو ايه ده domain name div slash index dot html ده الweb page او الفايل خلاص خلاص كده يا شباب يبقى اول حاجة ده نسناها النهار ده الانترنت والworld wide web تاني حاجة url uniform resource locate طيب البعض كده بقى البروتوكول اللي هو http او اخو اللي هو https ماشي اللي هو hypertext transfer protocol او hypertext transfer protocol secure http is a protocol used to request and send web pages عشان تضر web page وتطلب web page كل الweb pages رايحة وقايا باستخدام http this is a protocol يعني اي protocol اثاثا is a set of rules اي protocol is a set of rules that must be obeyed when viewing web pages over the internet http define how messages are transmitted formatting لو http في شوية security هيصبح https خلاص كده يا شباب يبقى دي هنا hypertext transfer protocol ويعني اي protocol اثاثا ما هو ده براوزر بيبعت http request للweb server الweb server بيرد بال ايه بال ايه بال web page نفسها ماشي حلو او ماشي طيب بعد كده بقى في ايه محتاج بقى web browser عشان تزور web pages محتاج web browser مالها تزور web pages بيستخدام ايه محتاج web browser a web browser is an application software ما انت عندك application software with system software which allows a user to display a web page on their computer screen الweb الpage بقى نفسها يا شباب مكتوبة بالhtml الpage مكتوبة بالhtml طلبة الاي سي تي بيكتبوا html code خلاص يبقى دلوقتي الpage مكتوبة بالhtml والبروزر بيفهم الhtml ويعملو display خلاص يبقى it displays a web page a web browser interprets and translates the html code from the websites and shows the result of the translation الwebsite بيبقى in the form of video وimages وsound تمام ماش افرط بقى جالك سؤال what are the functions of a web browser provide l-address board بيديك هنا address board storing bookmark اللي هو ايه الbookmark عشان الحاجات الفavorite storing history allow use multiple tabs storing cookies هنذكرها دلوقتي providing navigation board the a the functions of the web browser besides interpreting and translating html يبقى الweb browser ده اللي interpret و translate html علشان نشوف يبقى دلوقتي يعني html اللي هي hypertext markup language hypertext markup language is an authoring language ما هياش programming language the authoring language يعني authoring فيها فنتات وفيها styles وفيها background وcolors ماشي use to create a web page on that world wide web html is a language used to create a website في عندها tags ال html فيها tags يعني في حاجة اسمها head و end of head فيه tag اسمه body و end of body من غير ما نخش في التفاصيل طلبة الاي سي تي هما اللي ايه اللي بيعملوا هذه الاشياء تمام html is used when writing and developing web pages it is used in the definition of definition and presentation of text for example specifying the color of text البروزر بقى html is translated by a browser to display web page خلاص كده يا شباب يبقى أنا بديك حاجات كتير اهو عن الانترنت هنقول دلوقتي كمان بقى الweb server تمام طيب جي بقى اسئلة بس خلي بالك ساعات بيقول لك you may take more than one item it contains cookies cookies شغلانت البروزر انه هو stores cookies ايه cookies هتيجي كمان دقايق لذاكر موضوع الكوكيز طيب بالمرة بالمرة معلومات ده حاجة اسمها web server ده server اللي بيتحط عليه الweb site الweb server ده hosts the website يبع web server is a computer software that hosts web pages it responds to requests to provide information and services over the internet ما انت بتبعت له requests زي الصورة دي كده بتبعت له request هو يرد عليك بالpage تمام طيب the web server stores the web page receive requests from the client and return the requested web page ماشي يا شباب يبقى هي دي اللي هي الweb server طيب نيجي بقى الموضوع domain name service او domain name server القصة ايه القصة لما تيجي تزور الweb site بتاع امازون انت عايز تزور الweb server بتاع امازون الweb server انت بتوصله بس بالIP address بتاعه بس انا مش عايز احفظ الIP address طيب ما تحفظ domain name اللي هو مثلا www.amazon.com يبقى انت في البراوزر بتكتب amazon.com تمام طيب ما انت بحتاج الIP address البراوزر بقى بيخش على حاجة اسمها domain name server او domain name service مش فرقة مش فرقة بقى هي dns ده سيرفر في domain names اللي هي مثلا amazon.com والcorresponding IP addresses بتاعها بيبعتها للبراوزر بدل ما تكتبوا انت بايدك يعني مش نقصة صعوبة يبقى دلوقتي الdomain name بيتحول لIP address من خلال الdomain name server the domain name server converts a domain name into its corresponding IP address so that the website can be access اللي هو عند الweb server ماشي using its IP address تمام طيب هو بقى هنا بيقول لك ايه retrieval allocation of web page الخطوات بتتم ازاي the web browser sends the domain name to the domain name server يبقى انت الاول بتكتب في الweb site www.amazon.com هو ده الdomain name يروح البراوزر بعته للdomain name server the domain name server stores an index of domain names under matching IP addresses يبقى domain name server عنده جداول فيها domain name والIP address the domain name server searches for the domain name to obtain the IP address if found لو لقى domain name وجاب له IP address بيعمله return ساعات بقى بيبقى domain name مكتوب خاطئ اساسا فمنوش IP address فبيبعت error الweb براوزر بقى لو جاء الIP address بيبعت request للweb server requesting the web page يروح الweb server بعت الweb page بص بقى البروتوكول المستخدم ايه HTTP الweb page مكتوبة بانهي language HTML من اللي بيفهم ويعمل display للHTML البروزر خلاص يبقى ها steps to access a web page on a web server the web browser the web browser is used and the user enters the web address into the address bar كده ها the web address url contains the domain name the domain name server uses the domain name to look up the IP address of the web server the web server sends a request to the web browser sends a request to a web server using its IP address the web server responds back بيبعث لك ايه بيبعث لك الpage الpage مكتوبة بايه بHTML والمين اللي بيفهم الHTML البروزر بيفهم الHTML ويعرضها سواء كان فيها videos او sound او اي حد تمام كده يا شباب حلوة تعالوا نخش على topics تانية بس انا عاوز اوصل كمان للكريبتو currency ماشي بعد كده security طيب نخلص بس الاول الحتة دي وبعدين نشوف security الطابق اللي بعده في حاجة اسمها cookies ايه بقى cookies دي تعالوا اشرح لك وبعدين نقرأ اللي ما في حاجة اسمها cookies لما انت بتزور واب سايت ممكن يقول لك do you want to remember password وقل له يس يعمل save لليوزر نيم والpassword بتاعك في فايل اسمه persistent cookie يعني في cookies persistent بتقعد ايه على الhard disk فانت لو قلتله remember password ويحط اليوزر نيم والpassword في الpresistant cookies المفروض بيعمل لها encryption علشان يعني ما تبقاش ايه مكشوفة قوي لان اي virus او spyware بيقرأ الكوكيز يبعت اليوزر نيم والpassword بتاعك للهاكر فالمفروض ان اليوزر نيم والpassword لما يتحط في الكوكيز يبقى encrypt يبقى عرفت الكوكيز بيبقى موجود على الهاردسك لانه ده الpresistant cookies تمام البراوزر بيسيفه عشان تاني مرة يبقى الpassword جاهزة ما تكتبهاش اهو اريح بس لسه كيو طيب وبعدين الpreferred language بيسيفها لك في الكوكيز الpostal address عشان لما يبعط لك الحاجة بيسيفها في الكوكيز الحاجات اللي اشترتها والبراوزنج هابت كل ده بيسيفه في الكوكيز اللي هي persistent cookies علشان تاني مرة لما تزور الweb site يبقى رضلك الحاجات اللي انت بتشتري منها ويبعط لك customized advertisement يبعط لك اعلانات مش كل حاجة اعلانات related بس للطوبيك اللي انت بتاة مهتم بي يبقى cookies are small packets of data that are stored by the web server in the user's computer as a text in a text file format it is detected by the website where it is visited again and used to track browser users عشان يفتكر انت كنت اشتريت ايه منه فايه فيديك منه اكتب every time a user visit the website cookies will have collected some key information خلاص cookies are used to store customer password credit card number you don't you don't need to re-enter خلاص بيشوف ما انت زورت ايه ماشي ماشي web server send cookies file to the browser the payment detail stored in encrypted text file cookies cookie files are stored by the browser على hard disk or hdd or ssd when the user visit the website the website the web server requests the cookie file and access the data stored in the cookie file ماش best because security concern what user does not see what information is stored so may feel privacy is affected a profile could be built about the user that could expose the user identity to lead to identity safety sensitive information stored in the cookies could be intercepted in transmission ماشي payment information المهم كل الحاجات دي اللي في الكوكيز ممكن يجي لك virus اسمه spyware يتجسس على الكمبيوتر بتاعك يقرى الحاجات اللي في الكوكيز ويبعتها للهكر او الكوكيز هي طالعة من الجهاز بتاعك رايحة للويب سيرفر ال intercepted طب ليه كده والله store logging details بتبقى ريح store payment detail بتبقى ريح personal information and data بتبقى ريح item saved in online shopping basket لا دي بقى اسمها session cookies ال items اللي انت حاطتها في shopping basket دي في session cookies ما عندي نوعين من cookies في persistent cookies وفي session cookies persistent بتبقى الhard disk ولما تدفق computer بيبقى موجودة من session ل session اللي هي persistent cookies والsession cookies بتبقى في الرام اللي هي فيها items اللي انت بتشتريها دلوقتي وبتتمسح اول ما ايه بتقفل براوزر براوزر يبقى saves the item in the online shopping basket دي هي الايه ال session cookies اللي هي temporary track and save internet service habit carry out targeting advertisement customize a web page and store user preferences خلاص كده يا شباب ماشي نخش بقى في الحتة دي الحتة دي لسه نزل السنة دي في المنح اللي هو حكاية ان الكوكيز في منها session cookies و persistent او permanent cookie فيها من session يعني بيتمسح في نفس session اللي هو الشopping basket الحالات اللي انت بتشتريها لغاية ما تعمل check out الpresistent اللي هو payment detail والpilling address والuser name والpassword اللي هي بتقعد على hardest session cookies are used for example when making online purchases they keep a user items in a virtual basket اللي هي ايه virtual shopping basket وكنك عمال بس ما تعمل check out وتدفع عليها this type of cookies is stored in temporary memory يعني في الرام ماشي session cookies are deleted from the user computer once the browser is closed تمام يبقى دي اسمها session cookies بتتمسح على طول في حاجة اسمها persistent او permanent cookies دي بقى اللي بتبقى على hard disk ويبقى فيها user preferences preferred language billing address username password كل الحاجات ده هي credit card number كل ده بيبقى على persistent permanent cookies يبقى persistent cookies remember user logging detail so they can authenticate the user browser they are stored on the hard drive التانية في الرام ماشي until expiry date بيبقى لها expiry date او حد يعمل لها delete خلاص طيب يبقى دلوقتي ايه ادي هنا الweb browser ودي الwebsite في cookies stored on the user hard drive و cookies stored in temporary memory اللي على hard drive دي اسمها persistent cookies اللي في temporary memory دي session cookies ماشي web browser close ده بيت مسح اللي هي ايه session cookies ماشي session cookies deleted from memory persistent cookies remain stored مررغ اسو الف امتحان اللق differences between session cookies and persistent cookies session cookies are stored in memory RAM whereas persistent cookies are stored on the hard drive or secondary stored when the browser is closed a session cookie is lost whereas a persistent cookie is not lost until deleted by the user or they expire بيبقالها expired credit خلاص كده يا شباب طيب مرة جي اسئلة كل الحاجات دي اكين بحل لك classified بقى تمام يعني HTML the language used to create a webpage او السؤال تقريبا جي the language used to create a webpage والاجابة كانت HTML انا متعود ان المرك scheme اللي بالبول يبقى هو دي اجابة الطال the type of software application used to display a webpage يبقى دا browser an address given to a computer by a network to allow the computer to be uniquely identified دا يبقى ال IP address a text file sent by a web server to collect data about a user browsing habit دا يبقى cookie خلاص كده يا شباب يبقى هو دا ايه ادي امثلة اللي بعد وشوف انا جيب لك تقريبا معظم امثلة الايه الامتحاد risks of using cookies malware such as spyware دا هندرس ال fish القادمة بقى في malware و spyware ماشي malware such as spyware can read cookies and send the data stored in them to the hacker ال spyware دا بيتجسس عالكم computer بتاعك malware يعني malicious software يعني برامج خبيثة فيها مثلا خمس او ستة انواع منهم spyware spyware ييتجسس عليك بيقرأ اللي بتكتبه عالك keyboard ويبعطه للهacker او نوع متجسس او يقرأ الكوكيز الكوكي تمام ويبعطها للهacker تم الكوكي فيها user name و password اي نعم دلوقتي الكوكيز بقت encrypted فالهacker مش هيفهمها المهمة خطر طب سؤال ثاني كوكيز can be used to store customer credit card detail ايوا ترو كوكيز can be used to track the items a customer has viewed on a website ايوا ترو كوكيز will corrupt the data on a computer customer's computer false الكوكيز نفسها مش حاجة وحشة اللي spyware هو اللي بيقرأ الكوكيز وبعدين يبقى ايه security threat cookies are downloaded onto a customer computer ايوا cookies can be deleted from a customer computer ايوا طيب وبعدين جالت سؤال يعني ايه browser اتقول software application that allow the user to view web pages or render html ماشي internet service provider دي تحزف تبقى من مان ال isp internet service provider it is a company that provides a user with connectivity to the internet سيبك من طيب http او https ده ال protocol this is the protocol وعرفنا protocol يعني set of rules used to send data for web pages across the internet url لسه مذكرونه النهارده uniform resource locator اللي بيبدأ بالprotocol http او https وبعدين الdomain name اللي هو www.amazon.com يبقى دلوقتي ده text based version of web address بدل ما تكتب ip address بتاع الweb site طيب اخر حاجة cookies a text file stored by the web browser that contains data about the user browsing habit or details or preferences خلاص كده يا شباب طيب الحتة دي كده تشرحت وتحل عليها كمان اخر حتة بقى نقولها النهارده يا رب بقى السشن القادمة تكفل عن الجزء اللي فضل من chapter كبير موضوع بقى ال digital ما هي اللي تكون محفظة محفظة الكترونية يعني دلوقتي رصيدك على الفودافون كاش ده مجرد رقم يعتبر digital currency طيب لو انت حاطت n-stapay رصيدك مجرد رقم يبقى ده digital currency تمام طيب يبقى دلوقتي digital currency exists purely in digital format it has no physical format like conventional currency ولا الدولار ولا اليورو ولا الاسترلين ولا الين هي مش ورق مش ورق خالص digital currency only exist electronically تمام في منها نوعين بقى digital currency في منها centralized اللي هي العادية ماشي يعني centralized اللي هو عندك bank او server هو اللي ايه اللي بيحتفظ voodafone cash وده central بتاع voodafone cash او insta pay can be centralized وcan be decentralized اللي هي بقى البيتكوين والبلوك chain البيتكوين والبلوك chain ماشي دي العملات ايه المشفرة usually encrypted decentralized يعني ملهاش بنك يحميها في حاجة اسمها block chain هو ده ledger ledger يعني السجل بتاع البنك وكل حاجة متدونة في ledger ده عشان ما حدش ايه يعرف يزور digital currency is accepted in any form of payment as with cash debit card digital currency can be transferred between various accounts when carrying a transaction it is possible it is made possible through bank يبقى لو هي through bank يبقى ده centralized خلاص money exists only as data فأنت بتحول بالفوم banking والحاجات دي ماشي ماشي طيب عملوا حاجة بقى اسمها centralized digital currency اللي هي central banking يبقى فيه bank فيه النص فيه الرسيد بتاعك يخصم منك ويضيف لرسيد اشتاسي تانية دي اللي هي ايه centralized ماشي دي centralized digital currency طب المهم ايه قالك لا احنا عاوزين نخلص من الايه من من centralized ده the problem with centralized is maintaining confidentiality and security there have always been issues with digital currency however one example of digital currency is known as crypto currency ده بقى decentralized مالوش بنك يحميه وبيعتمد على encryption في security بتاعته اوكي يبقى في حاجة اسمها crypto currency ايه الcrypto currency اشهر حاجة اللي هي البيتكوين البيتكوين دي crypto currency مالهاش central bank بس الديتا بتاعتها بتتحط على حاجة اسمها block chain الblock chain ده بنسميه ledger وبيبقى encrypted و secured عشان ما حدش لا عشان مش واحد يدفع وبعدين يرجع في الكلام وياخد فلوسه تاني او واحد يخش يزور الرصيد بتاعه ما هو ما فيش central bank او حد يصرف الفلوس مرتين المهم يا شباب crypto currency بقى uses encryption to track transaction it was created to address the problem associated with centralization of digital currency يبقى دي بقى decentralized cryptocurrency decentralized ماشي the cryptocurrency system work by using blockchain ماشي الblock chain بقى ده decentralized database ماشي هو مرة قسوة الف الامتحان يعني ايه ماشي the blockchain هو ده ده السؤال اللي جي في الامتحان انا عايز اوفر عليك كلام كتير هو ده السؤال اللي جي في الامتحان قالك a digital currency is a currency that exists in an electronic form دي digital currency لسه ما قلناش بقى centralized ولا decentralized the blockchain in digital currency acts as a ledger هو ده السجل اللي فيه كل transaction البلوكتشين act as a ledger by tracking each transaction it keeps a series of time stamped record that cannot be altered هي دي بقى يا شباب البلوكتشين the blockchain acts as a ledger يعني ايه ledger اللي هو الدفتر اللي بيتسجل فيه مين دفع فلوس لبين خلاص ويبقى distributed على كل السيرفرات وكل الكمبيترات اللي دخل في البلوكتشين او البيتكوين network علشان ما حدش يارف يزوره ومربوط ببعضه بهاش كل بلوك مربوط هاش باللي قبله واللي بعده مش عايز اخش في تفاصيل كتيرة عشان معزبكش بس هو البلوكتشين ده بيبقى فيه transaction وده transaction وده transaction وده linked على اللي قبله ولين على اللي بعده لو حد دخل زور transaction في النص بقيت اللي تشين بتبقى كلها invalid ويباني ان بقيت اللي تشين كلها تزورت فده بقى اللي بيدي security خلاص كده يا شباب ماشي كفاء بقى انا مش عاوز ايه ازود عليك تعالى نحل على الحبة دول شوية وبعدين نشوف نعمل ايه يلا يا شباب افتح لي page 196 اللي هو اول سؤال في شابتر 5 the internet and its usage السؤال ده مجاب من 18 november paper 1-3 Alice enters a url into a web browser to access a web page state what url represents هتقول uniform resource locator تمام explain how the web browser uses the url to access the web page هتقول ايه the web browser send the url to the dns اللي هو الdomain name server the dns stores an index of url and matching ip addresses dns search for url to obtain the ip address خلاص if found يبعته للبراوزر ماشي تمام يبعت بقى البراوزر في الحتة دي اللي انتو ما قلتوها ليش البراوزر بيبعت request للweb server بالip بتاعه الweb server بيبعت الpage الpage مكتوبة بالhtml والبروتوكول المستخدم http بس الpage مكتوبة بالhtml والبراوزر interprets and displays the html اللي هي الweb page يلا يا شباب تمام طيب هنا بيقولك ايه بقى state the names of three different parts of a url يبقى دلوقتي الthree parts of the url اللي هي البروتوكول اللي هو ممكن يبقى http ptp او https ال domain name الهو www.amazon.com ال filename الهو slash مثلا اسم الفائل او اسم الفائل بعد كده how the url is converted into internet protocol address for the website ده بستخدام domain name server it is sent to a domain name server which looks up the corresponding matching ip address يبقى ازاي domain name يتحول الى ip address الكلام ده من خلال domain name server a protocol is used to securely transmit the data for the website to the browser ال protocol ده اسمه https بقى ال protocol اللي transmits the data اسمه http securely يبقى https identify how this protocol changed the data بيعمل لها encryption كل الديتا اللي في https بتبقى encrypted عشان محدش يفهمها البراوزر بس uses encryption تمام كده يا شباب يلا اسئلة اكتر يلا حطولي دول في اماكنه يلا يلا اهو كده كل حاجة باينا اهو يا شباب كل حاجة باينا اتفضل يلا حط اليف ترتيب طيب يبقى دلوقتي هتختار بيقولك ايه a browser a browser is a program that allow a user to view web pages قلاص an internet service provider ودي غالبا لتلغت يع an internet service provider is a company that provides a connection to access the internet the main protocol that governs the transmission of data using the internet is http the ip address is provided by the network and given to each device on the network يلا يا شباب يلا اخترو لي دي يلا اللي بعدها دي من 22 november حديث يلا تفضلوا ام له هالي يلا السؤال اللي بعده ده من الجم 22 november paper 1 2 question number 6 send 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 request to the web server where the web pages are وكلاما kimbridge الgrammar بيفضحها web pages are stored the website is written in html that is rendered by the browser خلاص كده يا شباب طيب بقول لك ايه بقول لك ايه انا هسيب نشرح اكمل انت بقى دولت كمل انت دولت function of the browser تمام وقادي بقى هنا برضو ايه url تمام كمل انت دول انا هرجع اشرح اي ايوم من اول تعال طب سيب اشرح دي الاول اقول دي او state what is meant by a digital currency a digital currency is a currency that only exists as data in an electronic form in digital it's a number the process of blockchain in digital currency ما هو بستو يا شباب ما هو ما هو دول انا الهم هنا a digital currency is a currency that exists only in electronic form يلا اكتب دي هنا describe the process of blockchain in digital currency the blockchain acts the blockchain acts as the blockchain in digital currency acts as a ledger يبقى ده الدفتر هو ال blockchain ده عشان بيبقى secure the blockchain in digital currency acts as a ledger by tracking each transaction وانا مش عايز حد يدفع وبعدين يقول امن اذا دفعتش او يدفع مرتين it keeps a series of time stamped records that cannot be altered ده لان كل block بيبقى مربوط بالblock اللي قابله والblock اللي بعده بحاجة اسمها cryptographic cash عشان لو حد دخل دخل وغير الديتا في block منهم بقيت اللي تشين كلها تبقى invalid طيب تعالى بقى بص اقول الله يكرمك هرجع اشرح شوية عشان بقيت اللي chapter ينفع يخلص في session يعني ايه cyber security يعني ايه brute force attack يعني ايه interception انا هكلمك على شوية threats شوية threats that affect the use of the internet طيب تعالى بقى نشوف cyber security keeping data safe is extremely important data can be corrupted or deleted يخش هكر يمسح للدات either through accidental damage ممكن يعني يبقى accidental or malicious يبقى حد بقى ايه قاصد there are also many ways data may be intercepted hacker يسمع الديتا وهي طلع من ايه من server لserver على الانترنت leading to cyber security threats يبقى هي دي اللي احنا عاوزين نذاكرها cyber security طيب في حاجة اسمها brute force attack تعال لتذاكر ايه brute force attack ده hacker يقول لك ايه هي الpassword يعني انا هقعد اجرب كل الpasswords اللي موجودة في الدنيا لغاية اموصل للpassword باكل software سريع يجرب password password لغاية اموصل للpassword اللي هتفتح معي ده اسمه brute force attack لاني انا بهجم وبستخدم باقي الprocessing power عشان هجرب كل ارقام الدنيا يبقى if a hacker wants to crack a password they can systematically يعني بسيquence كده systematically try all the different combination of letters numbers and other symbols until eventually they find the password يبقى systematically كده واحدة وراء التانية brute force attack uses trial and error guess to guess a password combinations are repeatedly entered until correct password is found they can be carried out manually or automatically by software غالبا is software هو اللي ينفع يعني our aim for carrying out a brute force attack is to install virus steel view one aim for carrying out brute force attack is to install malware steel view access data or delete data اول threat قلتلك عليها اللي هي cyber security تاني واحدة brute force attack تعال نشوف data interception وتعال نشوف denial of service attack distributed denial of service attack hacking ونشوف بقى نقف فين ماهو الاول بشرح كل ال attacks ايهو ال chapter بيشرح كل ال attacks وبعد كده بيشرح كل ال protection لغاية ما يخلص اللي chapter ان شاء تمام كده يا شباب طيب تعال نشوف ايه تاني تعال نشوف data interception والdiagram دي يا شباب بصراحة يعني انا ببقى خاطفها من post papers mark schemes مرة جيسه الف الامتحان وقال لك ارسملي diagram for data interception ادي computer ايه بيبعث الcomputer بي ده كده officially في بقى ايه packet sniffer sniffer كده يعني بيشمش مع الdayta packet sniffer examine data as it is sent from one computer to another يبقى بيحط packet sniffer ويبعث ها third party analyzes data for anything useful يبقى هي دي اللي هي اسمها ايه data interception data interception is a form of stealing data by tapping into a wired or wireless connection عشان كده كل wifi wireless لازم يبقى encrypted the intent is to compromise privacy or to obtain confidential information طب اي security solution علشان تمنع data interception هي حاجة واحدة اللي هي encryption بتعمل encryption للdata وهي كل الdata وهي خرجة من ايه بتبقى encrypted ولما تخش قوة بيه تبقى decrypted وقوة بقى في channels دي كلها meaningless بال encryption بيخلي الdata meaningless خلاص يبقى security solution that can help keep data safe from data interception is encryption this will help keep the data safe if it is intercepted as it will be meaningless because they do not have the decryption key اللي sniffer ده مش مع the decryption key ماشي يبقى دي data interception والحل بتاع ناخد كمان security threat تعال ناخد denial of service attack وليها اخت كمان اسمها distributed denial of service attack وجات مرة رسمة في امتحان تمام في الامتحانات الجديدة يعني ايه بقى denial of service التاج عايز اوقع ويبسايت في ويبسايت مشهور كده والناس كلها بتشتري منه وانا عايز ويقع فبعث له fake request فبعث لو request كتير كلها فيه هو بقى السيرفر يبقى بيزي يرد على request الاولاني التاني التالت الرابع الخمس العشر دول الالاف وكلهم fake يجي في وسطهم بقى legitimate request حد حقيقي عايز يزور الweb page يلاقي مهنج دي اسمها denial of service attack وفي واحدة منهم اوحش اسمها distributed denial of service attack كمبيوتر يسيطر على مجبوعة من الكمبيوتر ويخليهم bots يعني ايه bots يعني robots bots يبقى كمبيوتر يسيطر على مجموعة من الكمبيوتر ويخلي المجموعة من الكمبيوتر دي بقى هي اللي تبعت الفي request للسيرفر يا لهوي دي هتيجي من اماكن كتير يبقى denial of service attack بيجي من مكان واحد distributed the line of service attack بيجي من اماكن كتير تمام طيب يبعي a denial of service attack DOS is an attempt at preventing users from accessing an internet server انا عايز الانترنت دا يقع one method of attack is to flood the network with useless spam traffic fake request type مشروح تاني a large number of requests are sent to a server all at once designed to flood the service with useless requests the server will come to halt trying to deal with all these requests this prevents users legitimate users با from accessing the website or the server يبا دي اسمها ايه denial of service attack DOS في واحدة تانية اسمها distributed اوحك كمان distributed denial of service attack DOS come from several sources at the same type okay the spam traffic originate from many different computers which is hard to block the attack اصعب كمان the attacker encourages people to download malware into their computer there will turn each computer into a bug يبقى الattacker بيعمل ايه يخلي الناس تحط malware virus على اجهزته الفيروس ده بقى يخلي الجهاز بتاعه pot يهجم على الفيكتم باستخدام distributed denial of service attack يبقى بيعمل حاجة اسمها botnet اللي هي robots تخدموا repeated requests are simultaneously sent from a computer to app server this causes it to crash meaning that users no longer able to access the website وده الرسمة اللي جات مرة في امتحان مش ايه شباب يبقى هنا ايه dos attack is designed to denial people access to a website multiple computers are used multiple computers are used as bots a robot and a large number of requests are sent all at once to the server the server is unable to respond to all the request as a result the server fails or times out يهنج طب رسمتي ايه بقى هو مرة جاء في امتحان قالك ارسم ه قالك ده third party initiates attack بيبعت لباط وباط وباط اللي عمل اسمها ايه باط نت يبقى روبوت نتورك من روبوت كلها شريرة فيروسات طب الباط دي بتبعت request يعني لل victim اللي هو الweb server تمام يبقى malware downloaded to computers turning them into bots وبعدين يبعتوا fake request للweb server web server fails due to many requests لما يجي له بقى legitimate user custom راحل وجميل cannot access the web server طيب ازاي بقى احمي نفسي ماشي methods that can be can help prevent distributed denial of service attack using up to date anti malware checker يبقى تحط anti malware checker عشان ما تتحول ش انت الى bot use proxy server بيتحط كده جنب الweb server proxy server عشان attack يجي في proxy ما يجيش فيه ده filter out unwanted traffic setting up a firewall حط ال proxy server وال firewall شبه بعض يتشرح هما الاتنين بقى السيشن الجاي to restrict traffic to the web server اخر حدا هقولها بقى خلاص مش هذا نفتح بقى malware قصة تانية هقولها بقى خلاص موضوع ال hacking hacking is the act of illegally access a computer system without the user permission this can lead to identity theft لو انا عملت hacking وشغلت facebook بتاع واحد تاني هبعت messages باسمه or gaining personal information data can be deleted و passed on with changed و corrupted hacking is when a person tries to gain unauthorized illegal access to a computer system without the owner consent بدون موافقت or knowledge بدون معرفته where data can be deleted or corrupted by the hacker كيفاء الغاية كده بقى عشان كده تقريبا اللي chapter a اكتر من نص عمل session القادمة بقى يبقى بقية threats و how to protect from these threats ويخلص اللي chapter 5 بإذن افتح ل classified page 211 السؤال ده من 23 وعشرين specimen paper 1 1 question number 2 c بيقول لك the company is concerned about a distributed denial of service DDoS attack what is meant by DDoS attack هتقول ايه multiple computers are used as bots يعني robots سيطرت عليها انت بشوية malware designed to deny people access a web server عشان اوقع السerver ده وما حد ش يوصل type elbot cd a large number of numerous requests are sent to a web server all at the same time the web server becomes unable to respond or struggles to respond to all the requests the server fails with time out as arisen طيب بقيت السؤال بيقول لك ايه one security device to help prevent a DOS attack اكتب fire wall or proxy server ويتشرحوا بقى ان شاء الله في session القادم طيب يا شباب هتعدوا بقى انتم ايه a distributed denial of service attack والحاجات دي طيب يبقى على الاقل تشتغل لغاية page 214 اصلا هتخش تلاقي الاسئلة بقى بتدخل الفيروس انا لسه ما قلتوش لان الفيروس ده طبع المالوار طيب يا شباب يا ريت بس انت لغاية page 214 يبقى كوي اشتغل 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 اشتغل